السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الملك يبارك حفل عقد قران ابنة الأميرة لللا أسماء أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة قبل قليل أنه بمباركة من الملك محمد السادس تم حفل عقد قران المصونة لللا نهيلة بوشتوف كريمة الأميرة لا أسماء بالشاب علي الحاجي واحتراما للتدابير الصحية الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا فقد تم حفل عقد هذا الحفل في إطار عائلي خاص في ميال بلغ الوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمباركة من صاحب الجلالة الملك محمد السادي وصلت الله تم حفل عقد قران المصونة لللا نهيلة بوشتوف كريمة صاحبة السمون ملك الأميرة لللا أسماء بالشاب علي الحاجي واحتراما للتدابير الصحية الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا فقد تم الحفل في إطار عائلي خاص حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم وجعل أيام جلالته حافلة بالأفراح والمصرار وأدم على جلالته نعمة الصحة والسلامة وطول العمر وأقر عينه بولي العهد صاحب السمون ملك الأمير مولاي الحسن وبصاحبة السمون الملكي الأمير اللاخديجة وشد أذره بصاحب السمون الملكي الأمير مولاي رشيد وبصير أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب وكانت قد تشرت الخبر العديد من الصحف والأخرى منها صحف أخرى غير مغربية تقول أعلن القصر الملكي في المغرب عن دواج ابنة الأميرة للأسماء في أطار حفل قاصب القصر فرضته تدابير الجائحة وقالت وزارة الملكية والتشريف أنه مباركة من صاحب السمون جلالة الملك محمد السادس سمع حفل عقد قرارة المصونة لالانييلة وبشنتوف كريمة صاحبة السمون الملكي الأميرا لا أسماء وأضافت الوزارة أن كريمة الأميرة عقد قرارة بالشب علي الحاجي كما أنه احترام للتدابير الصحية الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا فقد تم هذا الحفل في طرع لقاص طبعا الكلام معاد ونبوارك للعروسين والتبركات والتهاني من جميع أصدقائه ورجال الأعمال والمشاهير يتقدمون العلي الحاجي بالتهاني والأسرة العروس الأسرة السموة صاحبة السمون الملكي بيت هاني ونقلنا لكم المصدر من هسبريز تحياتي لكم